وعشان احنا شاهد بحب الحياة حتى الاكل بنحب نسهل على حالنا فيه ومناكل كل اشي نفسنا فيه وما نحرم حالنا تعالوا اورجيكم كيف عملت الوصفة هادي بوقت قياسي صح سريعة لكن في الطعم ولا اشها وصفة اكابرية من افخم الوصفات الفلسطينية واكيد بتنعمل في العزايم ومنعشقها عشق ملوش حد وقبل ما نبدأ وصفتنا خليني احكي لكم عن الوصفة التقليدية بنستخدم فيها هاي الانال اللي بنسميها الكربالة بننزل منها العجين عشان يكون سهل علينا يتشكل ويصير على شكل كورة صغيرة واكيد الطنجرة اللي بنستخدمها طنجرة مش عادية من تحت بتكون طنجرة مسكرة لكن الطبقة اللي فوق بتكون مصفاية عشان نحط فيها المفتول لكن بما اني حبيت اليوم اني اعمل الوصفة الكذابة فتعالوا شوفوا معايا كيف بنا نعملها اول اشي اكيد بنا نطبخ اللحمة زي لأي وصفة اكابرية لازم يكون فيها لحمة اختاروا النوع اللي انتو بتحبوا جاج لحم حباش انا اليوم استخدمن جوانح الحراش وبحب اعمل هاي التركاية البسيطة بحس انها بتفرج معايا كتير طعم المرقة واحنا بدنا المرقة تكون دسمة فهاي الخطوة اذا عملتيها هتفرج معاك في الطعم في البداية قلبت بصل وفلفل اخضر بشوية زيت نباتي وبعد هيك ضفت عليه شوية ملح وشوية فلفل اسود ونزلت عليني يطلع اللحمة او السدر او الدجاج او اي نوع انتو بتحبوه بقلبها فيها وبعد هيك بنزل عليها بالميرة وبتركها لحد ما تطلع منها الزفرة وبشيلها وبرجع بتبّلها بالبهرات الصحيحة فلفل شطة فلفل اخضر بصل عود جرفة هيل اي اشي بتحبيه موجود عندك ورق غار كمان وحتركها لحد ما تصير اللحمة عندي دايبة ومنهنها وبما انها وصفة سريعة يعني بدنا نشتغل على كزا عين وكزا طنجرة هالحين بدي احضر كمان اليخني واليخني اشي اساسي في المفتول اول اشي بنزل شوية من الزيت النباتي وحنزل بكمية من البصل انا استخدمت تقريبا حانا اربع بصلات حجم كبير بقطعهم جنحان مش رفيعة وبقلبهم تقليبتين بالزيت وبعد هيك هنزل عليهم الفلفل الاخضر بقلبوا معا شوية وحنزلها الحين في البطاطا في ناس كتير ما بتحب انها تضيف البطاطا لليخني لكن انا ولادي مش كلهم بحبوا الجرع فبحب اني اضيف لهم كم حبت بطاطا هيك من قطع مكعبات كبيرة وبعدين بزيد عليها المياه واذا كانت عندك المرجة جاهزة يفضل انك تطبخيها بمرجة اللحمة هنزل عليها الحين لحوالي 3 معالي كبار من الصلصة لانه البندورة مش متوفرة نهائيا عنها لو كان موجود عندك بندورة تقدر انك تستغني عن الصلصة وتضيفي حوالي 5 حبات من البندورة مقطع اربع هتبلها بالملح والفلفل الاسود ومكعب من ملكة الدجاج هتركها لحد ما تبدأ البطاطا عندي تدخل في السوا يعني تصير 3 ترباع سوا بهذا الوقت بدي احضر ايش بدي احضر الدفنة ايش هي الدفنة يا حلوين الدفنة لازم نستخدم فيها المدقة او الهون اول اشي بنزل بشوية من الجرادة الناشفة وهذا اشي اساسي وانا حطيت عليها رشا من الملح عشان تنعم معايا شوية الجرادة وبعد هيك بدي انزل بكمية محترمة من الفلفل الحار لانه المفتول بيحب الحراج هنزل بعد هيك ادقه كويس وبعد هيك بدي انزل عليه بالفلفل الشطة والبكدونس الاخضر والبصل وفي ناس كتير برضو في هاي الخطوة ما بتحط البكدونس لكن انا بحس انه إله نكهة وإله طعم وبيغطي على ريحة البصل الأوفر زيادة وكمان بيعطينا هيك الهون خضار في المفتول بيكون كتير حلو رح ادقهم كلهم مع بعض بشكل منيح وبعد هيك بدي اتبلهم بايش بشوية فلفل اسود وكمون واذا كان ملحها قليل بديك تزديدلك كمان شوية ملح هل حين بنا نرجع لمين للياخني الياخني عندي صار تقريبا جاهز البطاطا صارت مستوية ثلاث تربال استوية زي ما حكينا هنزلها الحين عليها بالقرع اللي قطعها كبيرة القرع عادة بنضيفه في آخر خطوة لأنه ما بيتحمل نار كتير يعني مستوية على السريع يعني خمس دقايق بستوية بيكون مستوية وجاهز هقمروها الحين في الياخني وحتركوها خمس دقايق لحد ما يصير معايها نهيان ومستوي بدناش اياه يدوب على الآخر بدناياها تكون حبة القرع مباينة وواضحة على صينية المفتول لكن لازم يكون مستوي يعني بدي اختبره انا الحين بالشوكة قدامكم او بالسكينة عشان تشوفوا كيف درجة الاستوى لازم تكون وزي ما حكيت لك لو كان متوفر عندك بندورة وحابة انك تضيفيها قابل المرحلة هاي يعني لما يكون القرع صار 3 ربع استوى بتقدر تضيف البندورة وتسيديها تتسبك شوية وبعد هيك اخر خطوة بنضيفها الحمص المسلوق وكترو يا جماعة من الحمص لانه هو وزينة المفتول يعني عندنا اياه بدل المكسرات كل مالجة مفتول لازم اكيد يكون عليها حمص عشان هيك من البداية هيني بقولكم كترو حمص يا جماعة وبخلي على النار بعد ما بضيف الحمص دقيقة واحدة على النار وهيك بكون صار مستوي وجاهز عندي وهان حبيت اورجيكم البطاطا كيف صارت مستوية ونهيانة وخليناها الحين ننتجل على اللي بعده واخر خطوة اللي هي تحضير المفتول الكزاب بطنجرة تانية بدي اضيف شوية من زيت النباتي وانزل بنصف بصرة مفرومة مكعبات خشنة وهجلبها في زي هاي اضافة يعني مش شرط مش اساسية لكن اكيد بتضيف لنا نكا البرغ اللي انا استخدمته في الوصفة اليوم هو البرغ الخشن في ناس استخدمت البرغ للناعم وحكت انه اذكى فانا والله ما جربته لكن ان شاء الله وعد اذا جربته اني احكي لكم في التعليقات مين لقيت اذكى الخشن ولا الناعم وعشان زي ما قلت لكم هاي الاكلة اكلت عزايم انا عاملة هانا مجدارة كبير لانه المفتول بيحب اللمة عملت هانا كيلو نص من البرغ الخشن جلبته شوي مع البصل وحبدأها الحين اصفي عليه المراجة او الشاربة لو كانت كمية المراجة عندك كتيرة اكيد تطبخيه كله بمراجة وبس بيكون اسكى لكن لو كانت المراجة مش كتير موجودة عندك او كميتها جليلة فبتقدر انك تضيفي عليه كمان مياه وتكملي سوا بعد ما استوى معاي 3 اربع استوى مضايل فيه شوية تميز شايفين كا ببدأها الحين اعمل حفرة في النص وايش بدي احط بها الحفرة بدي احط الدفنة اعرفتوا من وين اجت كلمة الدفنة عشان بندفنها في نص المفتول وبنغطي عليها بالمفتول وبنتركها تنكمل فيه وتعطينا انكها الموجودة في البصل والفلفل والبكدونس والبهارات اللي ضفناها هغطيها الحين الطنجرة وحتركها دميجتين على نار هادية جدا وبعد هيك هطفي عليها وشايفين ما شاء الله كيف صارت عندي اكيد المفتول لازم نضيف له يا سمنة يا زيت الزتون وانا هان حبيت اني اضيف حوالي نصكه من زيت الزتون واجلبه فيه الريحة هنا ما اقول لكم ما بتنوصف لا شك انه المفتول العادي الأصلي التقليدي نكته مختلفة شوي عن هذا لكن للأمانة بديل جدا جدا رائع وبيفك أزمة يعني هذه الخطوة فزلكة مني واختيارها في ناس كتير ما بتحب تحمر الجاج لكن انا للأمانة بحب اني احمره واعطي لون فعشان هيك ضفت شوي من السلصة على بهار الجاج وحطيت عليهم شوية مرقة وبدأت ادهن فيهم قطع جوانح الحبش وحدخلهم بالفرن يتحمروا ويصيروا زي جنح الدبور لونهم احمر احمر وبيفتح النفس وهيك ما شاء الله تبارك الله صارت عندي كل مكونات هالأكلة الخرافية جاهزة يعني أكلة فاخرة من الآخرة يعني أكلة كابرية عن جد هنبدأها الحين نحط المفتول في صواني التقديم أول خطوة بنحطها في الصينية أكيد أو أول مكون هو المفتول بنحط طبقة محترمة من المفتول في الصينية وحسب عدد الأفراد اللي منهم يبعدوا على هاي الصينية فيكم تكتروا أو تقللوا الكمية بعد هيك بنحط اليخني وأكيد بنحط اللحمة أو الدجاج عليها وخليني هانا أحكي لكم شوي عن المفتول هاي الأكلة زي ما حكينا أكلة تراثية وتربان عليها من نعومة أضافرنا كلنا بنعشاجها يعني أكيد أكيد زي ما بقول لكم على ضمانتي ما في بيت خلال الشهر ما بيعمل هاي الأكلة يوم الجمعة أكلة أكابرية كانت تنعمل حتى بالأفراح أيام زمان وكان يتجفف منها إكياس ويتخبف بيت المونة من السنة للسنة عشان تكون دايما موجودة لكن عشان نسهلها زي ما حكيت لكم على حالنا حبيت اليوم إني أعمل لكم الوصفة الكذابة أو النسخة الكذابة منها أنا هيك حبايبي بكون خلصت معاكم فيديو اليوم بتمنى إنها تكونوا عجبتكم وصفتنا لليوم وأكيد ما تنسونا من اللايكات والتعليقات الحلوة منكم إلكم إني أحلى تحية من أماني لأحلى الوصفات من غزة صحة وعافية ترجمة نانسي قنقر